موسيقى هذه الحفلة الثانية اللي حتصور فيها النانسي عجرام الحفلة كونسي في بالي دو كونغغي وهذه الحفلة الثانية بصورها لنانسي في أولمبيا وحسلي الشارع في نصور نجمة كبيرة وعند العيد ميلاد بعد يومين أقول لك سنة سعيدة سنة سعيدة نحن 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 من كل مكان من المراكو دائما تكونين فراشة جميلة تحلق في هذه البساتين الموجودة في كل مكان من العالم جيت مخصوص من المملكة المغربية لحضور الحفلة المهمة لنانسي عجرام على مسرح الأولمبيا الكبير بحب منك القلبي نانسي بتستاهل وبتمنى لنرجحوا التوفيق الليلة بحفلتها الكبيرة ومثل ما أني بعيدة بعد ميلادها اللي بقيله بس يومين بس طبق شوي وبقيلها ببيردي تيو هي وبنتها عقبال المية وعقبال كلها نجاحات الكبيرة مثل ما أني بحييك عماد وبهنيك على السينجل تبعك الجديد أنت الأمر وإن شاء الله من نجاح لنجاح هاي نانسي اللي بموت فيها نحن منفرح أني نجي نشوفها هون بباريس كي من المانيا وإن شاء الله تكون حفلة حلوة واحدة نانسي حجب أعلى إن شاء الله بتحررر فناب المانيا 이�وان نانسي لا أعلم رائعًا نانسي، أعلمك، نانسيك، طيراً نانسي، لقد أشخدت عجام لم ينجد عجام الجنسة على المنزدي المقضى محباً أصبحت عشقة جنبان ولأنني أحبتها ومتابل أني تقول شخصاً ويجبني أتطلقى جانبورة أخليب ويمكني أحباً ؟م misunderstanding أنت سوفت الحديث خبالي جالدور بشانسون بحشاء عنيها وبتمنى لها كل الخير تونس الكل تحب ننصي عاجره وأنا جيت على خطر نحبها ننسي 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 بيستنياك اشتركوا في القناة موسيقى 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 فعندي هذا الشغف على المسرح 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 فعندي شئف على المسرح فعندي هذا الشغف السور Service فعeniz الذهاب فعندي هذا الشغف فعندي هذا السور فعندي.. نحن منغني أغنيات العمالقة وقداش بتشتغل نانسي عجرم وهلأ لأثبتي اليوم أنه غنيتي من ريبرتوارك يمكن من بداياتك تفاعل الجمهور حافظينه يعني قداش بتشتغل نانسي لتنقي أغنيات تظل عايشة وتروح من زيل لزيل بكرة إن شاء الله لا أكيد هيدا أهم شي يعني ولا مرة قلت أنه أنا ننسي عجرم وشو ما غنيت رح يحبون الناس كنت دايما ألبوم رأي ألبوم أشتغل على حالي أكتر وعندي مثل تحدي مع حالي أنه كل شيء بدأ أدنى وبدأ يكون أحلى من اللي قبله وهيدا الشيء اللي أنا عم بشتغل عليها هلأ ويمكن هيدا سبب من أسباب نجاحاتي إنه كتير حريصة على شغلي وعلى أغنياتي وعلى خطواتي كلها وحمد الله يعني يعني حمد الله محبة الناس هي أهم شي عندي هذا ريبرتوار كان محضر اليوم أو خضعتي لرغبة الزمهور وغيروا شوي بريبرتوار الليلي شوي هيك وشوي هيك أكيد نحنا حضرنا شوي وأكيد في ناس كمنا طلبت مني أغنيات مثل يابانات يابانات ما كانت بالحسب ما كانت بالحسبين إنه غنية انطلبت مني وغنيت وحسيت إنه ياريت حطيتها بريبرتوار وعرفتنا الغناء بالفرنسية أيضا اختارك هالأغنية بالزيت أتوا عندها قصة عندي فأنا بحبها كتير هذي كان يغني ليها فادي قبل ما نتجوز فبعدني حافظت على هلأ وبغنيها أوقات فحبيت إنه شاركوا فيها اليوم للناس موسيقى 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 نانسي ايه؟ شو عملي بالمسارح الفرنسية؟ يعني اللي شفنه اليوم بذكرنا من سنتين لما طالتي بالبالة دي كونغري كمان يعني ماشاء الله عليك هيدا هيدا السؤال دايما وهيدا اللي اللي بتحكيني ما عنده جواب كتير عندي لانه انا بس فيه اللي انه انا مبسوطة باللي انا فيه اه احلام كبيرة بس اذا بتسألني شو طموحي بقاللك حافظ عيلي انا فيه هلأ لانه انا كتير راضي باللي انا فيه شو شعورك انت وافي على هالمسرح اللي قفت علي سيدة ام كلسوم وصباح وسيدة فيروز هالعمالة حسيتي بشي هلأ انتوا على المسرح؟ حسيت اكيد برهبة الاولمبيا وكنت كتير خايفة كلهم بيعرفة انوا قطلوا على المسرح كانوا ايدي كتير مسقعين وكنت عم بيرجوف وانت شفتني كمان بس انو حمد الله انا مبسوطة انو انو عم حقق احلام كبيرة كنت احلم فيها يمكن وكنت بتوقع انو انو تسير معي بحياتي هيدا كله بيفضل محبة الناس وهيك بحس انو انو كل شي عم قدموا لاني بيشتغل عليه من قلبي بيوصل ضغري لقلوب الناس ولاني بيشتغل بصدق فهيدا الصدق بيوصل ضغري على قلوب الناس بعد الاولمبيا ايا مسرح بدون ايديك عينك ايا مسرح عالمي تطل عليه؟ بيروت داونتاون احلى شي عند انغني ببلدي اكون باحلى حفلة بعشرين ايار انا والسوبرستار راخب علامي ومبسوطة بهاللكاء مع اللبنانية بالإذن منك انت فناني وصوتك حلو بس بدي غني لك انا والمشاهدين وقلك سانة حلوة يا نانسي سانة حلوة يا حياتي سانة حلوة يا نانسي نانسي امني علنية وخاصة تكون شو بتتمنى هلأ؟ خاصة وعلنية نقول لها المام المشاهدين يعني خاصة بس يسمعوها الكل خلاص قلتها انا بقلبي كلهم بيعرفوا بعتقد جايزاني برزي جايزاني برزي جايزاني برزي جايزاني برزي يا رب اندلنا مشموعين كلنا هيك متل كم الف اليوم عيدوك وغنولك هابي برزي كمان هيدي قلتلهم انه اليوم كان احلى عيد بحياتي لانو عياتي مع الناس مع الناس اللي بحبوني وعالمسرح مبروك صفاء كمان بيطلعلك لانو ما شاله عليك مش متعودين على نانسي وعلى هالنجاح نحنا عملنا من قبل وكان كمبلي وهاي كمان المرة كان حفل كتير حلو مرسي نانسي نجمة ربيحة ما شاله محل LAN محل اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر